رفض كريملين تأكيد أو نفيا ما إذا كانت موسكو قد تلقت تحذيرا مسبقا بشأن الهجوم الإيرانية ووصف ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين الوضع الراهن في المنطقة بالخطيرة مؤكدا أن موسكو تجري مناقشات بشأن ضرورة وقف التصعيد داعيا جميع دول المنطقة إلى ضبط النفس بشكل معقول وحث جميع الأطراف على التراجع عن الصراع موسيقى